كشفت صحيفة البيانة الإماراتية عن توصل الأطراف اليمنية لاتفاق بشأن الملف الإنساني في البلاد بعد جهود قادتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية تمهيدا للدخول بعملية سياسية واسعة لإنهاء الحرب وأوضحت الصحيفة أن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استنادا إلى قاعدة بيانات العام 2014 للميلاد حيث سيتم فتح حساب مشترك بمناطق سيطرة الحكومة والحثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنها يتم تغذية تكاليف هذا البند وأضافة الصحيفة تم الاتفاق على تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء ورفع القيود على استيراد الوقود عبر مواني الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات مشيرة إلى وجود آلية تنفيذية ومواعيد مزمنة محددة يتم العمل على إنجازها حاليا لتجنيب أي تلاعب من جانب الميليشي الحثية ببنود الاتفاق وأكدت إن هذا الاتفاق ملزم للدخول بمناقشة الملفات العسكرية والسياسية ووصولا إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال باليمن ترجمة نانسي قنقر